بنصبح لحضرتكم من جديد قبل ما نبتدي حلقتنا لازم نروح نصبح على هالة الحملاوي ونروح نتعرف منها على أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات وكمان نعرف إجابتها على سؤال النهاردة يا هالة صباح الخير والورد والفل صباح الفل يا هالة صباح الخير يا منا صباح الخير يا مصطفى صباح الفل ايه بقى الحاجة البسيطة اللي بتفرق معك في حياتك انا بحب المفاجئات الحاجات الان اكسباكتت بس مهما كانت صغيرة يعني وانا بنزل الهدوم الصيفي بنزل وقلقي فلوس في جيب البنطلون الله علي يا لا السعادة يا لا اشترا جنيه مرحانة قوي مكلمة غير متوقعة من حد بحبه او زيارة طبعا بسمع الراديو قلقي أغنية جات فجأة في الراديو ليها زكرة حلوة معايا ففكرة الحاجة الان اكسباكتت مهما كانت صغيرة بتبقى بالنسبة لي لطيفة قوي الجو حيفضل حر كده بقى الجو فيه تقلبات هنخش العيد كده ولا هنعمل ايه؟ لا قلوات صيف على شتر على ربيع على مطر على كل حاجة عندنا كل حاجة كوكتيل هنتعرف مع بعض بالتفصيل للوقتي تعالوا الأول نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا من القاهرة وكبر اكتوبر اللي بيشهد كسفات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد كسفات أخرى في الاتجاه العكسي نفس الأمر اللي متجه من مدينة التحرير لمدينة نصر ومحور النصر كمان بتظهر بعض الكسفات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري أما نفق الأزهر فبيشهد بعض التباطق البسيط في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى مدينة الأوبرا والعكس كمان بتظهر بعض الكسفات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس ووصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد مستكمل بقى جولتنا المرورية دلوقتي في شوارع الجيزة في بعض الكسفات على طريق المحور القادم من مدينة لبنان أما المتجه لكبري أكتوبر في كسفات مرورية نتيجة التحويل من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف اسماعيل ثم العودة مرة أخرى إلى المحور لو رحنا المحور صفت فبيشهد كسفة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة الكاهرة شارع الهرم بدأت تظهر في بعض الكسفات المرورية نتيجة التحويلات كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر لازم الاتجاه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرق كبديل للطريق أما القادم من طريق الوحات تفضل أن ياخد الطريق السياحي الجديد بتظهر بعض الكسفات المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كبري فيصل وحتى شارع التحرية كمان ظهرت بعض الكسفات على كبري الجامعة وفيه كمان كسفات بسيطة على كبري 15 مايو المتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة في شوارع مدينة الإسمائلية هنلاقي فيه سيولة كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسمائلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه كمان سيولة مرورية هناك مع عدى بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتجه إلى بورسعيد ففيه سيولة مرورية في الطريق اللي هو طريق الإسمائلية بورسعيد ومن منطقة القناة هنروح بقى لجنوب السعيد هنكمل مع محافظة سهاج أو هنبدأ مع محافظة سهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كسفات نسبية نمشي كمان هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدى الطرق الرئيسية فيه سيولة مرورية هناك وفيه بعض الكسفات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كسفات نسبية وفيه كسفات نسبية على طريق مستشفى جامعة سهاج كمان فيه بعض الكسفات المرورية البسيطة اللي بتزيد طبعا مع ساعات الزرورة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر